بين هذا الأنواع والأصناف نوجده الخروب الخروب هي شجرة يعرفها الجزائري منذ القدم مقبل كان يعرفها الشعب الجزائري مقبل الاستعمار المدة على الاستعمار كان المعمر ثاني كان يعطوها أهمية كبيرة كثير من اللي رأينا اليوم يعني في الحقيقة المعمر كان يفهم الفوائد والمغزة التحاء خير مننا احنا اليوم احنا اليوم شغل جاء وقت يهملناها شوية وكان هذا المنتوج كان عنده قيمة وكان مفعل وكان المنتوج تاعه كان عنده قيمة كان يتصدر حتى وإن كان ما كانش دخل في كل مجالة اللي رأي فيها اليوم اليوم رأي عنده مجالة واسعة بل أكبكري كانوا يستعملونه كغذاء الأعلى فقط كأعلى في الحيوانات لكن اليوم رأي تطور ولا سعر تاعه تطلع فجأة نطلع لي زاد عليه الطالب في العالم كامل مش غير في الجزائر زاد عليه الطالب في العالم رأي غالي الخروب الخروب يستعمل مياه بترمى منه ويلو الخروب يستعمل هذك القرون اللي ديها هي كان لازم نعرفه قبل شجرة الخروب الخروب قلناها شجرة مقاومة للجفاف شجرة تحمل قاع عنواء تربة شجرة اللي تنضف في الجبل ما تحتاجش رعاية يعني وما تحتاجش حتى الأدوية ما تحتاجش بالنسبة لكي ما رأي اليوم وشجرة اللي عندها فوائد عظيمة من بينها ما نهدروش على دور تحاف البيئة لأنها تضمن لخضيرها على مدار السنة الثاني هي فترة الإزهار تحتها مثلا للنحل بالنسبة للنحل النحل سيستغلها في فترة وين ما كاش الأزهار غير هي لأنها تظهر في الوقت اللي يكونوا الأزهار كما نقاضها خلاص رباية تظهر في الصيف تظهر في جوية قوت اللي راح يكون لفترة الإزهار تحتها وهي شجرة اللي تحط ثمان على داخل وتدير قرون هذك القرون تقدر تحتى لحداش ختار خمس十اش سنتيمة وفي المادة هذه كان نستعملوا هذا كاللب ونستعملوا البوذور يعني ما نضيعوا منها هوالو ذلك رأي تدخل في الأعلاف وتدخل في الغذاء في المكملات الغذائية موج ملغين مكملات الغذائية قبل لمنتوج الخروب تدخل خطر لي أنه مسحوق اليوم أصبح يستعمل مسحوق الخروب أو لبودرة الخروب أو لغبرة الخروب هذا الغبرة يستعمل في كل حاجة حتى بوذورها بوذورها رأي تسحق وتدخل حتى في منتجات صيدلية عديدة صيدلانية عديدة اشتركوا في القناة